أطلقت وزارة الصحة العامة الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان السدي برعاية وحضور وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض واللجنة الوطنية للسرطان وتم بها المناسبة إضاءة مبنى الوزارة باللون الزهري ولكن هلوقف الرمزي المعنوية كافية؟ أم يجب اتخاذ خطوات داعمة أخرى بضلها الأوضاع الاقتصادية الصعبة العنمرو فيها؟ أول شيء المعنوياً هو أمر كتير مهم ثانياً اليوم بوزارة الصحة الموضوع مش بس موضوع تدوية وزارة الصحة اليوم نحن في أول اجتماع للجنة الوطنية للسرطان بالوزارة واللي هي عم بتنفذ الخطة الوطنية للسرطان اللي وضعتها وأنا برأيي أنه هيدا أمر كتير مهم خاصة أنه هيدا الخطة بتطلع على كل مراحل السرطان من الوقاية للتشخيص المبكر للعلاج لما بعد العلاج عم نشوف كيف نقدر نزيد التغطية تاع الوزارة لموضوع حملة الماموغرافي واللي يمكن نحن هالسنة الوزارة بإمكانياتها ما قدران نتغطيها بشكل كامل بس أنا بوعد أنه إن شاء الله سنت الجاي الوزارة حتكون عم بتأمن هالتغطية لكل المرضى تعرف زروف البرد المرئين فيها وزروف منها هيني نهائياً وبعد خصوصاً بعد الكورونا وهيك سنة حوالي ثلاث سنوات تقريباً هالحاملات كانت شبه هوائفي فهذه أول خطوة برحلة الألف ميل يعني سواء هذه النارة لو زارت صحها الخطوة الأولى خطوة يمكن رمزية أكتر من عملية لأنه بنهاية النهار مش كل نسوين عم تقدر تأمن الماموغرام وهيك بتموز الماضي أقلقنا لحمل خطة ناشنال كانسر بلان وطب آيتم يعني جزء أساسي منه هي هي البريفنشن والأويرنس يعني نتجنب السرطان كيف من الأطوع بكير كيف من نوع على المريض وهذا خطوة كتير مهمة وأساسية ولح تشوفها إن شاء الله بها الانتداء من هلأ من أكتوبر ونوفمبر لانج كانسر ونسوءون لح تشوف بشكل شهري كلها الحاملات يتوعي هك شهرات مشان نخفف من عبئ السرطان للسرطان طوعيه عن نوع من السرطان والوقاية منه بفحوصات مبكرة مهم جدا وعلى أمل أن نرى مبادرات ومساعدات مطبقة على الأرد من الجهات المعنية إلى جانب الدعم المعنوي